التعصب للمذهب التعصب للمذهب الأصل أن المذاهب هي ما ذهب إليه العلماء وأئمة المذاهب ذهبوا إلى أقوال معينة ورجحوا أقوال معينة فأتى بعد هؤلاء تلاميذهم التلاميذ وحاولوا أن يضعوا ضوابط لهذا المذاهب وأصول وانتشر بين الناس والمذاهب كثيرة ليست أربعة وليست سبعة وليست خمسين وليست سبعين إنما كل عالم ذهب إلى شيء عنده مذهب ولكن اتفق الناس أو رضي الناس أفضل نقول رضي الناس بمذاهب معينة فلا يجوز أن يتعصب الإنسان للمذهب وأن يقول مذهبي هو الحق والبقية هي الباطل وهذا الخطأ الذي يحدث بين كثير من الناس اليوم تقول له قال الله قال رسولي يقول لك عندنا بالمذهب هكذا في بلادنا هكذا تقول له يا أخي هل بلادك دليل؟ وهل المذهب جمع كل الدين؟ ما تستطيع تقول هذا الكلام فلما تقول له هذا الكلام يقول يعني أم مت المذهب أتوا من من هواهم بهذا الكلام لا يا أخي هم اشتهدوا رحمه الله تعالى ولكن لا يجوز أن نتعصب لأقوالهم لأنهم هم الذين قالوا لا يجوز لكم أن تأخذوا بأقوالنا إلا أن تعلموا ما هي أدلتنا ومن أين كانوا يأخذون؟ كانوا يأخذوا من الكتاب والسنة فلماذا لا نأخذ نحن من الكتاب والسنة؟ يقول نحن لا نفهم الكتاب والسنة مباشرة طيب ولكن عندنا علماء يبينوا لنا هذا الأمر فلا يجوز التعصب لمذهب معين ماذا كنت يقولين سقاضي 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 في أين سقاضي وؤسس، ورحمها ليس فقط سنان يمكن أن أن نفهم أن الأشهد كانت ذلك تلك حديثة و جديد وهدي وكن رأيت التواصل خارط له فضائم تأثير إنها قد يزال انتظار وأذا كانت نفسه عدد لكن طلبًا أن تحصلون كلّاً ماناً هناك هذا ليس كثيرًا هذا ليس فناني حدًا يطرد لك هام هذا ليس كذلك لذلك ليس بسيطاً وكان يطرقه وحذه من الله عن ذلك كانوا يحيدوا ب قرآن والسنة. ماذا كانوا يحيدوا يحيدوا بقرآن والسنة؟ لذا، لما قادلوا في هذا سنة تريد فإنهم كنوا هناك لذا يحديواوا ليس كذبوا يحيدوا لكن أن يكون فاناج في قرآن في العليد لأنه من فضلك هذا بجمع والجول